بالأعباء ومليء بالعوائق ومن هذه الأعباء المصالح الدولية وخصوصا مصالح الدول العدوان التي ستكون حاضرة في أي تسوية سياسية وعلى حساب مصالح اليمن واليمنيين وهذا الشيء واضح طمع الإمارات والسعودية أصبحت واضحة على الأرض وبالتالي ستكون واضحة على طاولة الحوار وفق هذا المسار أيضا هذا المسار مليء بالعوائق لأن هادي وجماعته هم الآن يشكلون عائق أمام التوصل إلى حل السياسي لأن مصالح هادي وجماعته أصبحت مرتبطة باستمرار الحرب وباستمرار الأزمة لأن أي حل لا بد دواني يفضي إلى تشكيل سلطة انتقالية جديدة مقبولة من جميع أطراف الصراع وبالتالي هادي ومنمعه سيعطلون أي حل عبر مسار الأمم المتحدة لذلك طبعا الحل المضمون هو خلق مسار داخلي بين المكونات السياسية اليمنية من أجل التوصل لاتفاق على تشكيل سلطة انتقالية جديدة مقبولة من جميع الأطراف وأن تقوم هذه السلطة الجديدة بفرص سلطتها على مختلف المحافظات اليمنية وتقوم بإسلام السلاح من جميع الأطراف بشكل متوازي ومتكافي وتعد الانتخابات جديدة هذه الفرصة وأوجه تحية لشقيقي محمد وللأخ براء وللضيفة السعودية الآخر وسحقا لهذه الحرب التي جعلتني وشقيقي على النقيض وفتتت حتى الأسر اليمنية وشتتت ملايين اليمنيين ما بين المهجرين إلى الخارج والمهجرين في الداخل أختي العزيزة الحديث يطول فيما يتعلق بالتسوية السياسية وما سيحصل في جينيف هي مجرد مشاورات لن تلتقي الأطراف للتفاوض ستكون هناك مشاورات منفصلة يجريها المبعوث الدولي وباعتقادي وبشكل إجمالي أنه لا فائدة من أي حوارات مع جماعة الحوثيين جماعة الحوثيين لديها أيديلوجية دينية متعصبة وطائفية وتنفذها على الأرض وتستغل هذه الحوارات كتكتيك لإطالة الوقت حتى يتمكنوا من تغيير الخارطة المذهبية والمجتمعية والسياسية داخل المجتمع شاهدنا قبل يومين وفي جامعة إب يؤدون قسم الولاء لعبد الملك الحوثي بأنه ولي الله داخل جامعة إب وداخل المؤسسات الحكومية في صنعاء وداخل الكثير من المؤسسات الرسمية يتم إجبار الناس بشكل أو بآخر أو الضغط عليهم أو حتى إقناعهم لتأدية قسم الولاية لعبد الملك الحوثي عبد الملك الحوثي وجماعة الحوثيين هم رديف لتنظيم القاعدة والتنظيم داعش إلا أنهم أكثر قدرة على ممارسة السياسة من هذه التنظيمات لكن لديهم محرك ديني لديهم أهداف طائفية يسعون على الأرض لفرض هذه الأهداف الطائفية والمشروع الطائفي وفي نفس الوقت يقومون بممارسة الحوار السياسي والكلام الإنشائي الجميل وما يمارسونهم على الأرض بعيد تماما عن الممارسات التي تحدث في الإعلام والكلام الجميل الذي يتحدث به الأخ محمد البخيتي وبقية أعضاء الحركة طبعا الأخ محمد وبقية أعضاء الحركة السياسين هم منفصلون تماما على الواقع هم مجرد شكل لتجميل هذه الحركة لكن على الواقع الحركة مستمرة في عمل أيديولوجيتها الخاصة وإجبار الناس على الدخول في البرامج التي تفرضها على الموظفين في الجيش وفي مؤسسات الدولة وفي المؤسسات حتى المدنية يأخذون الموظفين حتى على مستوى كلاء الوزارة ويعملون لهم دورات تثقيفية فيما يتعلق بما يسموها الثقافة القرآنية لا توجد أي شيء أو مؤشرات على الأرض أن هذه الجماعة تريد سلام طبعا لو افترضنا أن نلقاء أي مقيادي من عنصار الله بالسيد حسن نصر الله السيد المقاومة العربية يعد أننا نستلم قرارنا منه فماذا عن اللقاءات بين الطرف الآخر وبين المسؤولين الأمريكيين والغربيين وغيرهم هذا أولا أيضا هناك تناقض في منطق المرتزقة فمثلا علي البخيتي يقول سحقا للحرب ولكنه في نفس الوقت يؤيد استمرارها ويراهن على الحسم العسكري ويطالب بعد موقف الحرب وهذا الكلام واضح في منشوراته وكلامه الآن يعني تناقض كبير لماذا لا يقول سحقا لمن أعلن الحرب سحقا لمن يسر على استمرارها سحقا لمن يراهن على خيار الحسم العسكري أما قضية الأنشطة التي تقام في المناطق التي تحت سيطرة القول الوطنية التي تقف ضد العدوان فأنا نقول أنه في المناطق التي تحت سيطرة دول العدوان ومرتزقتها يعلنون الولاء الهادي وليس فقط الولاء الهادي وإنما الولاء ولاء للسعودية الولاء للإمارات يقولون شكرا سلمان شكرا محمد بن زايد ومعروف للجميع أن قول عدوان ومرتزقتها في المحافظة التي تحت سيطرتها تمارس أبشع الجرائم وهذا ما أكدت عليه ما أكدت عليه المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصل الحد لإقتصاب المواطنين اليمنيين ومن ماذا؟ ومن المكونات السياسية التي تؤيد العدوان يعني تخيلي من المكونات السياسية التي تؤيد العدوان ومع ذلك لا زالوا يسرون على استمرار العدوان وإعلان الولاء للخارج في النهاية السيد عبد الملك الحوثي يمني هادي يمني لكن نحن لا نتعدى بإعلان الولاء لقواء احتلال خارجي أو نستقوي بالخارج أيضا المشكلة أنهم ينقلون الحوار من الجانب السياسي إلى الجانب العقدي نحن نقول لا تحاسبون على عقائدنا حاسبون على مواقفنا السياسية على برنامجنا السياسي نحن مشروعنا السياسي واضح نحن نقول لا بد من استعادة العملية السياسية في اليمن بالعودة لطاولة الحوار من أجل تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع الأطراف ليس هنا فيها أي امتيازات الأنصار الله أو لأي طرف آخر لكنهم يرفضون ذلك ويسرون على قضية الانفراد بالقرار السياسي ويليتهم هو القرار في يدهم القرار لم يعد في يدهم معروف أن القرار لم يعد في يد هذه إذا كان هادي عاجز عن العودة إلى العدن والاستمرار والبقاء في عدن فكيف يريد أن يطالب أن يفرض سلطته على كل اليمن وأن يستعيد شرعيته على كل اليمن رغم أنه ليس له سلطة ولا على شبر واحد من المناطق التي تحت سيطرة قوات الاحتلاء لذلك نحن نقول لهم لا تدخلوا في العقاعد لأنه إذا دخلنا وحاسبنا في العقاعد فلن نصل إلى نتيجة حاسبونا على موقفنا السياسي من الحوار على مشروعنا على برنامجنا السياسي أما بالنسبة للجانب العقائدي فكل طرف هو حر في عقائده ولكن لا يصح لأي طرف ولا يحق لأي طرف أن يفرض عقيدته على الآخر الآن هم يريدون فرض ما يعتقدون علينا هذه المشكلة لا يريدون أن توجد هناك مساحة مشتركة توافقية حتى إجراء الانتخابات القادمة إذا كانوا موافقين على ذلك لماذا يرفضون الخيار الحوار اليمني اليمني لأنه إذا ما تحاورنا بيننا كيمنيين حوار يمني يمني فلسنا بحاجة لتقديم أي تنازلات لبعضنا البعض كل ما نحتاجه هو أن نتوقف عن قتل بعضنا البعض أن نقبل ببعضنا البعض نحقا للحرب نعم الحرب سيئة لكن من دفع الناس للحرب من دفع الناس للحرب هم من انقلب على السلطة هم من فرض أمر واقع جديد هم من استولى على مؤسسات الدولة هم من عمل الإنجلاب هؤلاء الذين فرضوا العرب ومن يساعد على استمرار الحرب هم الذين يرفضون إنهاء الإنجلاب ويرفضون الشراكة العقيقية وبالتالي الحوثين إلى الآن يتحملون المسؤولية الأولى إضافة إلى أن مسألة جسم الولاء الذي نتحدث عنه أتمنى أن يكون طرح الأخ محمد موضوعي وأن لا يضحك على الجماهير التي تتابعنا نحن نتحدث عن جسم داخل مؤسسات حكومية من حقك أخي محمد ومن حق أتباعكم أن يكسموا في المساجد التابعة لهم أو في الغرف الخاصة بهم بالولاء لعبد الملك الحوثي أو حتى بالولاء للشيطان ليست مشكلتنا لكن أن يقوم هذا القسم قسم الولاء في داخل المؤسسات الحكومية وداخل الجامعات وداخل وحدات الجيش والأمن هذه هي الجريمة نحن لا نمنع جماعة الحوثي أو أي مذهب أو أي جماعة دينية أخرى من ممارسة عجائزها في مناطقنا الخاصة لكن أن يتم ممارسة هذه الأمور داخل مؤسسات الحكومية هذه هي جريمة نعم الأطراف الموالية للشرعية تتحدث عن المؤيدة للسحارب أو أنها مؤيدة أتمنى أن لا يقاطعني أتمنى أن لا يقاطعني أتمنى أن لا يقاطعني أتمنى أتمنى بالولاء لا للملك سلمان ولا للأمير محمد بن سلمان ولا لزايد ولا لأي طرف لا أحد يكسم بالولاء كونهم يعلنون أنهم معهم فهذا شيء آخر لكن نحن نتحدث عن جزئية واضحة عن قسم بالولاء والسمع والطاعة لولي الأمر المعين من الله لسنا ضد عقيدة جماعة الحوثي ولا أي جماعة أخرى لكن أن يقوموا بممارسة قسم الولاء داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية هذه نفس ممارسات دائش نفس ممارسات القاعدة عبد الملخ الحوثي عندما يكسم له بالولاء والطاعة داخل الجامعات وداخل وحدات الجيش وداخل وحدات الأمن وداخل بقية المؤسسات الحكومية هو يمارس ما تمارسه القاعدة ودائش وهذا أمر بات واضحا عبد الملخ الحوثي يغلق الكافيهات داخل صنعاء عبد الملخ الحوثي يرسل جماعة لتغطية صور النساء في الإعلانات هي نفس ممارسات طالبان ودائش والقاعدة لا يختلفوا شيء ونحن ضد هذه الممارسات إضافة أنا لست هنا للدفاع عن شرعية نعم هي شرعية فاسدة شرعية فاشلة في كثير من الأمور لكن من أدى لكل هذه الأمور هم جماعة الحوثي جماعة الحوثي لا تريد السلام أساسا السلام والحوار يتناقض مع عقيدة هذه الجماعة هذه الجماعة تؤمن أن هناك ولي عينه الله ويجب أن يحكم اليمن ومحمد يعتقد بهذا الأمر وإذا وافقت جماعة الحوثي على هذه التسوية معناها أنها تنكرت لعقيدتها وكفرت بعقيدتها وهي تدرك أنها لن توافق على تسوية سياسية تعيد الحياة الديمقراطية وتعيد الحياة السياسية إلى اليمن لا يوجد هذه الفكرة السياسية طبعا الحوثيين ليسوا إثناء حسدية كما يشيع البعض لكن الفكرة التي أدخلها حسين الحوثي المتعلقة بولاية الأمر هي مستمدة من فكرة ولاية الأمر التابعة لإيران عبد الملك الحوثي يسمى الآن في الإعلام الرسمي قائد الثورة ولا يوجد في الدستور اليمني ما ينص على هذا الأمر الآن يتحدد عبد الملك الحوثي بصفته الحاكم لليمن هو من يوجه هو من يوجد العمليات هو هو وبينما لا تجد لديه الصفة الرسمية وبالتالي الحوثيين يستنسخوا النظام الإيراني ونقلوه لليمن لكن للأسف بشكل أسوأ لأنه على الأقل على الخامناء في إيران لن يوجد نص دستوري يعطيه صراحيات بينما عبد الملك الحوثي يمارس الحكم ولوصاية بدون أي نص دستوري وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة أمام جماعة لا تريد السلام إلا فقط إذا كان سلام استسلام بمعنى أن تأتي الأطراف اليمنية وتنضوي تحتها وتصبح تحت سيطرتها بشكل أو بآخر وتعطي شراكة في الصورة هذه الجماعة لم تقبل بأبناء منطقتها تم إغلاق المسجد التابع لمحمد عزان ومحمد عزان من الفقهاء الزيديين المعتدلين وتم إخراجه يحرق ديلمي وهو زيدي وهاشمي وذهب الحوثيين إلى مسجده وتسببوا في مشكلة محمد عايش كان صحفي قريب منهم والآن هو في القاهرة نعم طيب هؤلاء يتحدثون عن قضية الإنقلاب على الشرعية الشرعية في اليمن بعد ثورة 2011 وبعد خروج علي عبد الله صالح من السلطة هي شرعية التوافق وبالتالي نحن مع التوافق لكنهم الآن ضد التوافق هم من إذن هم من أنقلبوا على العملية السياسية لأنه آخر اتفاق بين كل المكونات السياسية اليمنية بإشراف الأمم المتحدة كان اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي كان قبل عدوى هم الآن من أنقلب على هذا الاتفاق في السابق كانوا يتهموننا بأننا لا نطبق ذلك الاتفاق والآن يقولون أن ذلك الاتفاق تم إملاء عليهم بلقوه وهذا الشيء غير منطقي ولو كنا إنقلابيين لسارعنا لسد الفراغ في السلطة التنفيذية بعد استقالة هادي وحكومته بل نحن استجدينا هادي واستجدينا حكومة بحاح بالاستمرار حتى تشكيل سلطة انتقالية جديدة ومن يومها نحن نطالب المكونات السياسية اليمنية العودة لطاولة الحوار من أجل التوصل الاتفاق لسد الفراغ في السلطة التنفيذية أي بتوافق على سلطة انتقالية تمثل جميع الأطراب أيضا تلاحظي أنه يوجد في صنعه وفي المناطق التي تحت سيطرت حكومة الإنقاذ برئاسة الرئيس مهدي المشاط تجدي كل المكونات السياسية هناك الإصلاح هناك السلفيين ولديهم مراكز ويقومون بنشاطهم الدعوي لكن أتحدى أن يسمحوا لنا في أي منطقة من المناطق التي يسيطر عليها العدوان بأن تواجدك أنصار الله لا يمكن هذا هذا دليل من الواقع دليل أن ما يقولونه كلهم غالطات أيضا شوفي لاحظي البرة يقول عن قضية الحوار الحوار سينجح إذا ما أقنع ولكن هل سيستطيع المبعوث الأممي أن يقنع الحوثيين بتسليم السلاح شوفي مغالطة كبيرة نحن لا يعني المبعوث الدولي ليس بحاجة لإقناعنا لتسليم السلاح لأننا قابلين بتسليم السلاح ولكن من جميع الأطراف لاحظي هو يقول إحنا نسلم السلاح لمن غريمنا هذا شيء غير مقبول إحنا نقول نحن مستعدين أن نتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تفرض سيطرتها على كل المحافظات وتستلم السلاح من الجميع هم يقولوا لا أن تسلموا لنا سلاحكم وهناك حرب لم يستطع أحد أن يفرضها لذلك نحن نقول لهم بشكل واضح وصريح أنه في هذا الحال أي يد ستمتد لسلاحنا بمعزل عن سلاح الآخرين ستقطع لاحظي مثلاً البراء يحاكم النوايا يقول له إحنا لا نريد يعني ما بنتوصل الاتفاق مع أنصار الله ليش؟ قال لهم عندما يتغير الواقع سينقلبهم يعني يحاكم النوايا أيضاً علي البخيتي يغيره يحاكمون أيضاً عقائدنا نحن لو حاكمنا العقائد طيب حزب الإصلاح ينتمي لحركة الإخوان المسلمين التي تريد استعادة الخلافة الإسلامية هل نحاكم حزب الإصلاح على هذا الشيء؟ حزب الإصلاح هو الذي كان الذي يأخذ البيعة بشكل رسمي من أعضائه نحن لا نأخذ البيعة بشكل رسمي يا شقيقي أتمنى أن تحترم عقول المشاهدين حزب الإصلاح نحن نعرف أنه نعم تابع للإخوان المسلمين وعندما وصل للحكم في 2012 لم يقوموا بالقسم الولاء لا لحسن البنة ولا للزنداني ولا لليدومي في مؤسسات الدولة هم يقومون بقسم ولا لكن في مؤسساتهم الخاصة وفي مساجدهم الخاصة نحن ننتقد حكم الإصلاح في عام 2012 و2013 لم تكن تصدر توجيهات من اليدومي أو من الزنداني بحبس فلان أو بإطلاق صراح فلان الثورة ألم تصدر فتاوي قتلنا من العسكرات والآن تصدر فتاوي من العسكرات هذه نقتلنا ويقوموا بسيق من الأسراء ونمعتقلين من صنعاء أنه قائد الثورة وبالبنطة العريض وتأتي صورة المشاط وصورة الصمات قبله تحته وبالتالي هم يعتبرون عبد الملك قائد الثورة بنفس النسخة كمرشد للثورة أو البنوك التجارية لم ينهب منها أي بنك تحت سيطرة القول وطنية التي تقف ضد العدوان بينما كل البنوك سواء كانت البنك المركزي أو غيرها من البنوك تم نهبها في المناطق التي تحت سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقتهم في الداخل حتى أن نحن عندما نهبوا البنوك في حضرموت أضطرينا كان يعني مرتبات المحافظة كلها لمدة سنة أضطرينا أن نبع طائرة كل شهر طائرة إلى عدن وطائرة إلى المكلة في حضرموت من أي دفع مرتبات الموظفين لمدة سنة ونصف لماذا؟ لأن ميليشيات هادي قاموا بنها بكل البنوك نطقي الواقعي نقول أنه لا بد أن يكون هناك عملية سياسية تشارك فيها الجميع هم يقولوا لا وإيش وينتقلوا للتفاصيل يقول لي ليش مثلا هذا يقول للولاء من مدرسة أو لا للسيد عبد الملك الحوثي طيب هذا التفصيل وهذا أيضا نحن في حالة حرب هم أيضا يرفعون العلام الانفصال في المؤسسات الدولة يرفعون العلام الأجنبي في مؤسسات الدولة يأسترون فتاوى تكفيرية من داخل مؤسسات الدولة